قبل ما أخد فاصل إذا ممكن أسألك يعني الآية اللي بتقول أبغضوني بلا سبب شو تفسيرك لهالآية يعني ممكن حضرتك يجي واحد يتصل بيك وليك أنا محبش إلي ويطلع لك خمسمائة سبب يمكن البعض منهم حقيق أو غير حقيق لكن فيه سبب ممكن الناس ما تحبنيش لكن المسيح ما فيش سبب لكن أتحدى والمسيح نفسه تحدى مش أنا بتحدى يا خنزار قال من منكم يبكتني على خطية أنا أتحدى لو واحد في العالم قدر يقف يقول أنا بحبش المسيح عشان لكن أنا عندي ستلاف سبب يقول أنا بحب المسيح عشان فإذا ممكن يكون جهل ممكن يكون كبرياء ممكن يكون زي ما ذكرت خطية نعم غير معترف فيها فأنا مش عم باجل المسيح لأنه نور المسيح بفضحني بيكشف خطيتي هيرودس لما وقف قدامه المسيح هيرودس ده ملك كان ناجس شرير عايش في علاقة آثمة مع هيرودية امرأة أخيه وبعدين لما وقف المسيح قدامه في المحاكمة يقول الكتاب أن هيرودس كان منتظر أن المسيح يعمله أعجوبة ومعجزة يتسل بيها ويسقف له لكن لما سأل المسيح أسئلة المسيح لم يجبه بكلمة كانت النتيجة أنه احتقر المسيح لأنه وقف وجها لوجه أمام النور الحقيقي فرفض أن يعترف ويخلص من خطياء النتيجة بدل أن يحب ويقبل المسيح احتقر المسيح ترجمة نانسي قنقر